المترجم للقناة نعلن تسليم 17321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وتسع قطع من اليابان وسبع قطع من هولندا وقطع واحدة من إيطاليا هكذا تنظر وزارة الثقافة إلى هذا الحدث ولذلك يكتسب استرداد 17 ألف قطعة أثرية أهمية ثقافية أهمية تتعلق بالهوية العراقية والتاريخ العراقي ما زال هناك عمل كثير ينتظرنا في هذا الموضوع نفسه إذ ما زالت هناك آلاف القطع الأثرية العراقية مهربة خارج العراق القوانين تدعمنا في العراق القرارات تدعمنا في المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وقوانين الدول الأخرى التي هربت إليها آثارنا تدعمنا أيضا لذلك يحاصر المهربون كل يوم بهذه القوانين ويضطرون إلى تسليم هذه القطع الأثرية ترجمة نانسي قنقر